موسيقى 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 الحياة فقرة انا شخصيا سعيدة بيها جدا لقاء الشيخ دكتور احمد كريمة بارك الله وسعيدة جدا ان انا التقي بيه وسعيدة ان احنا نتحاور كده معاه في يعني نقاط مهمة مساء الخير على حضرتك وانا سعيدة جدا بلقاءك يا اهلا بسعادة الدكتورة واحنا والله اسعد وربنا يا جديمك دايما رمز وقمة اعلامية اشكرك يا فني طيب انا الحقيقة ببساطة عايزة افتح كده معاك موضوع والموضوع بقى موجود بشكل سخيف فكرة الشماتة في الموت يعني يتوفى انسان وبعدين تبدأ انت تلاقي ناس تفضل يا تشمد فيه بالكلمة يا تشمد فيه ببعض السور يا تشمد فيه بانها قيل وقال وحكايات وفيديوهات واشياء كثيرة جدا يعني نعم ازاي وصلنا لهذه الاخلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم وكان امر الله قدرا مخدورا وكان ذلك في الكتاب مصطورا والصلاة والسلام وعلى سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله القائل ان روح القدس اي جبريل عليه السلام نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وبعد فأولا احييكي وشرف لي ان اكون في صحبتك في هذا البرنامج الواعي الشرف لي يا فاندم الله وطرح هذه القضية المأسوية المأسوية الا وهي الشماتة في الموت غريبة كل الغرابة عن تقاليدنا الشرقية بصفة عامة سيدتي في الاخلاق الجاهلية اللي العصور الوسطى يعني الجاهلية في التاريخ العربي يقابل عصور الوسطى قبل الاسلام كان من شيم الاخلاق او من مكارم الاخلاق او من قيم الاخلاق عدم الشماتة حتى بالاعداء يعني لما جاء سويد الازدي رضي الله عنه في وفد الى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالمهم الرسول لما أعجبه ما رأى من سمتهم وزيهم وفصحتهم الى آخره قال من أنتم قمنا مؤمنون قال مهلا فإن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم قالوا خمس آمنا بها وخمس عمنا بها وخمس تخلقنا بها خمس الإيمان معروفة وخمس برضو الاسلام معروفة خنافي الخمس الأخلاق التي كانت في الجاهلية قبل الاسلام قالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والثبات عند اللقاء وطرك الشمات بالأعداء بالأعداء مش بالأشقاء حتى ما تشمتش في عدوه شف جنابك إخلاق ما قبل الإسلام ما يعني كانت في الجاهلية لما جاء الإسلام أبقى على هذا الخلق طبعا وزاده النبي إضاحا فقال صلى الله عليه وسلم لا تزهر الشمات بأخيك فيرحمه الله ويبتليك شوفينا بقى على فكرة الذي شمت ليه يعني ربنا يقدم له رحمات وإنت تبقى المبتلة بالضبط الجزاء من جنس العمل فالحقيقة أنا معك إن الموضوع يحتاج إلى دراسة من علم الاجتماع وطبعا يقع علينا نحن في العمل الأكاديمي أو الدعوي مسؤولية كبيرة لأن دي قيمة أخلاقية تسللت بسلبياتها بدل الإيجابية طب أنا هقول لحضرتك بعض الحكايات عشان الناس أحيانا بتتأثر بحاجات كتير جدا يعني خليني أضرب مثل يعني لو مثلا في حد اختلف مع حد وهو حي أي إن كان الاختلاف في أي مجال في أي شيء وبعد ما مات هذا الشخص يرجع الناس يقول لك شفتوا عشان اختلف معايا يعني إحنا بقى دلوقتي يعني إحنا دلوقتي هاخد حقي منه شفتوا عشان عمل فيه إيه أو أنا دلوقتي باخد حقي منه لأنه مات يعني وكأن الموت عقاب لهذا الشخص مرتبط به وهذا يدل على التراجع الوزع الديني أنا سأصارحك ومشاهدين ومتابعين معظم اللي موجود الآن إقامة طقوص دينية شكلية سطحية فقط لأن أصل ليه شبه الدين بس ليش الدين لمش الدين أصل أي التزام ديني سواء كان في الشريعة اليهودية أو في الشريعة المسيحية أو في الشريعة الإسلامية كتب الله كلها يبقى لازم الأخلاق الحاكم على التدين الصحيح أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فمن مكارم الأخلاق أنني لا أعاير الناس ولا أعيب عليهم يعني شفوا ما ربونا يقول لك ويل لكلهما ذات اللوم اللوم بيصخر من الناس الله يفتع عليك هماز مشاء بنميم أولاً الناس دي غاب عنها أن الله يتجلب لطفه على الخلق يعني مثلاً مهومات ناس شيوعيين ملحدين سيتالين لينين كارل ماركس صحيح عاد لأن اللطيف والسطار بيسطر على الإنسان لكن لما يتبقى واحد يداعي أن فلان مات أنه هو هدده وقال له أنا هكون خاصمك يوم القيامة بالضبط فقال لك هو خط جزائه هذا خطأ وهذا تصور خطأ أنت عارف ليه لأنه هو حتى اللي قال عنه بيسو هذه الكلمة هو نسى أو تناسى أنه هو شهيد من شهداء الآخرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء لهم شهداء الآخرة هم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم خمس الغريق اللي مات في غرق الحريق مات في حرق الصاحب الهدم اللي مات في أنقاض والمبطون شهيد كل من أصيب بمرض عضال مزمن بنسميه مرض الموت في الفقه الإسلامي فهو شهيد فهو شهيد فهو شهيد فهو شهيد وأنه فسائل أنا عندك مثلا سيد الشهداء سيدنا حمزة بن عبد المطالب عم النبي أسأل الله يعني مات شر ميتة وهو من هو في الصبخ للإسلام فحضرتك أنا معك قلبا وقالبا إن فيه تردي أخلاقي ده كبير قوي جدا طب يعني إذن يعني حيك تحب تشرب ميا آه فضل نعم يعني إذن إحنا خلينا نقول برضو إنه الشماتة يعني من يشمت فهو يضع في كافة من مات الحسنات والسواب بالضاب والأشياء الجميلة سيرحمه الله ويبتليه وبعدين برضو انت جرتيني لحديث جميلة الله ينور بصرتك اللي هو قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفرس قالوا ما الذي رغم عنده ولا متاء ما تعقل لا إن المفلس من أمة من يأتي بالصلاة وصيام وكذا وبحسنات وسيئات لكن ضرب هذا وشتم هذا واغتاب هذا وأكل مال هذا فيأخذ من حسناته إلى حسناتهم فإن فانيت حسناته تحمل من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار فأخذ هو عمال يأخذ سيئاته للواء بالضبط على نفسه فكون إن إنسان يموت أولا الموت سبق ده أمر قدري يعني لأن ربنا هو الله يتوفى الأنفس حين موتها ده ربنا اللي قدر فإذا جاء جلوهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إنما إحنا نترفع ونقول حتى لو كان الإنسان بينه وبين آخر خصومة يقول وعند الله يتقف الخصوم بس يقولها سراً لأنه لا ربنا علمنا في القرآن لا يحب الله الجهر بالسوء فهذا الترد الأخلاقي لمدية الحياة تراجع الوازع الديني غلبت وبكرارها الجنابك ومشاهدينا وأتحملها غلبت التدين الهامشي السطحي التدين المغلوط أو التدين المخشوش أنا باتفق جداً مع حضرتك طيب إذن إحنا متفقين إحنا عندنا مشكلة يعني إحنا مصر دي بلد الديانات والتسامة والسماحة ومصر الوسطية بكل الديانات اللي موجودة على أرض مصر الجميلة وكل علماء الدين في كل دين ولكن أنت بتلاقي أنه يعني مع الاحترام الناس طول النهار تقول قال الله قال الرسول ولكن لا يعملون بما يقولون دي مشكلة يعني المشكلة أن أنا أروح الجامعة وأخرج من الجامعة بس مفروض زي ما أنا روحت الجامعة وأخرجت من الجامعة أخلاقي تكون شبه خطواتي هو الآية القرآنية وضحت ذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصيام لعلكم تتقون الحج فلم يرفث ولم يصخب ولم 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 رجع من زنبيه كيوم ولدته أمه ده إذا أدية العبادة بجوهرها يعني مثلا الذي يشمت في مصائب الآخرين ولا يراعي حرمتهم ولا يراعي أعراضهم هو نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرم الله يفتع عليك فإزاي؟ فهنا غياب كما قلت وأكرر وأكد الواجع الديني الحقيقي طب عارف لي يا دكتور لأنه الناس الحقيقة تتعامل مع الدين من السطح أي؟ يقرؤون بلا فهم نعم بلا عمل بلا عمق وبعدين تيجي منطقة جهاد النفس لأنه الإنسان أصله ربنا خلقه لكي يتدرب ويتعلم والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلا ومن خلقه بالزبط فحضرتك هنا يعني إحنا نريد إعادة وهو صرحك إعادة الشخصية المصرية لأنه يتم اغتيالها من سبعينيات القرن الماضي بمعنى إيه؟ لما جاء الفكر الوافد من غرب البحر الأحمر من شبه الجزيرة العربية صدقيني ولما تم التلاعب ورقة الدين في السياسة والسياسة في الدين من هذه الفترة جاء أنا فكر متسلف وهابي بدوي بثقافة الثياب والشعور ملابس وشعور وجردوا جوهر الإسلام هي كانت عندهم القضية لا يزوروا القبور يعفو اللحة بكسافة بدون تهزيب قضية نقاب المرأة انتهى الإسلام عند هذا الحد لا يوجد عمق لا إطلاقا وأما يظلم ويبغي في الأرض ومن هنا تفرعت ونشأت جماعات العنف الفكر من التكفير وجماعات العنف السلوك من إراقة الدماء وإطلاف الأموال وانتهاك الأعراض الغريب هنا والرسول أخبر عنهم أليقرؤون القرآن اللي أنت بأقلته أقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم دول الخوارج عن الإسلام هم الآن كسر بالثاء فنسأل الله أن يطحر أرض المحروصة من هذا الفكر الذي اغتال صحيح الإسلام أنا أضع الأصابع أو صناع القرار في أي مكان وفي أي بيئة وفي أي زمان أن أساس التدين المغلوط المخشوش هو الفكر المتسلف الوحابي الذي تسلل إلى بلادنا اغتال صحيح الإسلام وجعل فينا هذا التردد هي فكرة أن مصر تعود إلى وسطيتها مصر تعود إلى منارة الأزهر مصر تعود إلى علمائها وطريقتها لأن العادات والتقاليد المصرية تختلف اختلافا كبيرا وكل بلد ولها وعداته إذن كل بلد تتمسك بعداتها وتقاليدها وفكرها وشعبها ملبسا وسكلا وتفكيرا ولا تصدر ثقافتها للآخرين ولا تصدر ثقافتها لبلد أخرى لا تنتمي لنفس الثقافة ولا نفس التفكير أحسنت يعني أنا أعتقد أنه يعني خلينا نضرب أمثلها حتى مثلا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الاحتفال بعيد الأم يعني كم كفروا الاحتفالات بعيد الأم والمولد النبوي وغيرها وغيرها وهي احتفالات المؤمنين يفرحون عدينهم وبرسولهم مصلحة مرسلة الله يبرك فيك يعني إذا كان سيد النبع صليم احتفل بمولده بالصيام يوم الأسنين طيب كنا بالأمثل قريب مع إخوتنا أهل الكتاب المسيحيين باحتفال ميلاد سيد المسيح عليه السلام تم القرآن زكى مولده والسلام علي يوم ولدته ويوم أموته ويوم أبعثه حية يبقى ميلاد السيد المسيح معظم وميلاد النبي محمد معظم هؤلاء يجون بفقه البداوة بفقه البداوة والتزرع بأنهم سلف وسنة ده كدب ما حصلش وبعدها حضرتك أهضره أصول ومصادر التشريع الإسلامي والله أنت ذكرت أشياء وأنا نحييك على صغفتك العرف والعادة وتعتبر يعني في صورة الأعراف خذ العفو أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين جنابك المصلحة المرسلة يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم طيب المسجد الحرام والمسجد ما كانش ليه مقاسة فيما بعد جات المقاسة ما كانش القرآن موجود في مصاحف صحيح لكان مجرد محفوظ لكن بعد كده تطورت الأمور إلى المصاحف وثم ظهرت المسابح كل ده حضرتك من المصلح المرسلة هم جون بفكرهم الضيق وانتحالهم المزعوم اللي هو السنة والسلف الصالح فحرموا ما أباحوا الشرح أكيد طيب أنا هذكر لحضرتك حاجة يعني مولانا وأنا في السن صغيرة الحمد لله يعني والدي يعني يمكن يعني أخذني أنا وأخوي الصغير للحج كنا صغيرين جدا بس أنا فكرة كويس قوي أن شفت ناس مختلفة عننا يعني بالذات يعني أهلين من أفريقيا بيرتدون ملابس مختلفة وربما تكون مثلا ألبطنا عارية ولكن هم متدينين صحيح ولبيك اللهم لبيك ويدعون ويصلون ولكن بطريقتهم والله يا سيدتي عندنا في الأظهر أنا فكر هذا المنظر حتى من وسط أسيا يعني عندنا موليزيا وأندونيسيا ستقبل الله منهم تبقى لعداتهم بالضبط هذه هي عداتهم وتقاليدهم بالضبط فأنا لا أستطيع أن أنا مثلا أكفرهم لا 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 وهم إيه يعني يطفون حول الكعب المشرف بالضبط أحسنت أنا أعتقد هنا هي فكرة أنه كل دولة لها عدتها ولها تقاليدها وليها دينة وربنا يتقبل وهو يحاسب بالضبط هو المحاسب هو الله سبحانه وتعالى شوف حضرتك يعني أنت برضو فتحت باب جميل حتى التنوع الديني يعني شوف ما ربون يقولي في القرآن الكريم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله يفصل لو كل وقت إنما للأسف دلوقت ظهر فينا أوصياء أدعياء جهلاء فأسأول الدين قبل أن يسيقوا إلى الآخرين طيب عايزة أروح لموضوع كمان مهم يعني أنه برضو الشباب طرحينه هنا وأنا أحب برضو فوجود حضرتك أنا بسمعها دايما الحجامة يعني يقولك الحجامة دي مفيدة وبتطلع مثلا الأمراض وتشيل الألام وإن ده موجود في الطب النبوي وإن ده فيه ناس بتعملها تستفيد وفيه ناس ربما تسبب لها مشاكل هل هي فعلا موجودة في الطب النبوي لا شوفي السيدتي أقول لي حضرتك حاجة أولا لا يوجد شيء اسم الطب النبوي لأن مهمات الرسول محددة في صورة الأحزاب في أربعة مهمات يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليس من مهمات الرسول أن يكون طبيبا صلى الله عليه وسلم بل بالعكس السيدة عيشة بتقول رضي الله عنها لما كبر سنه وكانت تقدم عليه وفود العرب وفيهم أطباء لهم تقول أعشاب فكانوا يصفون لرسول الله من هذه الوصفات فكنا نفعلها له بس أخذها الناس بعد ذلك بأن داع على الرسول لا 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 ألصقوها بالرسول يكسب الله يعني الحجامة كانت موجودة قبل ميلاد الرسول نفسه دي كانت موجودة كعادة بدوية وهي مثل زي الكي بالنار وما زالت على فكرة عندنا مناطق بدوية صحراوية في مصر في عدة أماكن معينة عندهم الكي بالنار دي عادة بدوية الحجامة عادة بدوية وصفات الأعشاب يا سيدتي هذه الأمور لا تتعلق بالتشريع هناك من يتاجر ليل نهار بالطب النبوي وبهذه الأقوال وغيرها وزي ما بيتاجره بلبن الإبل وبقول الإبل دي فضيحة حضرتك دي كلها أشياء من قبيل العادات وليست العبادات ليه؟ لأنها هي ما ردها إلى عرف البيئة وقتها لا أستطيع الآن أن أقول الحجامة بالعنب سكاري لو عمل الحجامة يجيله غرغرينة طبعا مش هتنفعله ختبها لحضرتك وإنت عارف أن هناك فتر ممكن واحد يبقى عنده نوع من أنواع الألام فواحد يقوله تعال تعال أنا هاخدك لفلان الفلاني ده بيعمل حجامة وحتفوقك وهتحسنك وممكن يبقى عنده سكر وتعمله مشاكل كثيرة لا فهنا إلساق هذه الوصفات العشبية والعادات التي كانت موجودة بالدين هذا خطأ لأنه قلت لحضرتك نحن عندنا عبادات وعادات العادات ما ردها العرف والعادة لا ألسقها بالبيت دين لأن دي مش تشريع فاللي يجي النهاردة يروج للحجامة لبول القبل للبن القبل لفوائد مش حارف التلبينة للكلام اللي هما بيروجوه بعض العطارين ويغشوا به الناس ويخذعون الناس أنا أقررها كأساز للفخ المقارن والشريعة السلامية جامعة الأزهر لا أصل لها في مصادر التشريع الإسلامي طب هل إحنا يعني وإحنا دايما بنفكر في الخطاب الديني هل إحنا بدل يعني أحيانا بنسمع بعض الخطب الدينية يعني فيه خطب جميلة ولطيفة والناس مجتمعة في صلاة الجمعة أو غيرها من جلسات الدين في مساجدنا ولكن هذه الموضوعات مهمة هي موضوعات يغلب عليها العادات والتقاليد صحيح هل أفضل أن إحنا نتناول هذه الموضوعات في التجمعات الخاصة بصلاة الجمعة أو غيرها من المناسبات الدينية علشان بيبقى فيه أكبر جامعة من المصلين أو المشاركين أو المتواجدين في مساجدنا فبالتالي ننقل المعلومة ونبطل هذه الأشياء اللي هي لا علاقة لها بالدين حقيقة لأن هذا له أصل في الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام في حجات الوداع انتهز فرصة وجود ألاف مؤلفة من الحجيج من كل أسقاع الأرض فابتدى يعالج بعض العادات المجتمعية أبطل الثقر وأبطل الرباء في هذا التجمع يعني إحنا لو نعمل ده بدل من نقول حاجات ما لهاش معنا ووفقك في هذا لأن تقويم السلوكيات من الأهمية بمكان وأيضا نريد أن نحن يعني نرد الناس إلى صحيح الإسلام يعني إلى صحيح الإسلام وأيضا ننفي عن الدين ما أصابه من الخبث ليه؟ لأننا عندي حديث جميل جدا اللي هو يتعلق بالتجريد الخطاب الديني قال صلى الله عليه وسلم أن في عدول يعني علماء ومناء زي الأزهر الشريف ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لدورنا قد تبقى لحضرتك طبعا فيا ليتنا الأزهر والأوقاف ووزارة الشباب في مراكز الشباب ووزارة الثقافة في قصور الثقافة نبتدي نعالج هذا يمكن أنا أقول لحضرتك على شيء مش بشخصا المسألة عندي مؤسسة خيرالة داعي ذكر اسمه حتى لا يكون إعلانا فإحنا أنا شكلت لجنة في بمناسبة تجديد الخطاب الديني وعملنا لجنة لفرز ما هو موجود من أحاديث نبوية في كتب معينة وخاصة كتب الفقه صحيح إحنا نكباء عدنا سنة شراجنا علمية أستاذ فقه وأستاذ حديث وأستاذ لغة وهكذا يا راك إن إحنا وإن شاء الله اللقاء الخدم سأعطيك هذا الكتاب هدية ياريت طلعنا 1200 حديث مجذوب على رسول الله أنت هجب لك نموذج صارخ يعني مثلا أقول لك إيه لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرء أن تسجد لزوجها ما حصلش مع أنه بيردد على ألسانة خطباء ودعاء طب ليه ما نجمعش كل ده ونعلنها عندي يعني نعلنها وتقر من الأظهر ونعلنها على الناس أنا طبعت الكتاب على مجهود الشخصي وفي تلسلة جاية لفرز أحاديث وأثار وللأسف الفكر اللي بينتحل السنة أو السلف الصالح أو غيره اللي أخرج لنا الإخوان وأخرج لنا الدواعش وأخرج لنا السلفية صحيح بيستندوا إلى أحاديث وهي جدا ضعيفة جدا يعني مولانا يستندوا إلى أحاديث وكتب وناس مجهلة ومصادر مجهلة وكثيرا أنا استمتعت جدا واتشرفت جدا الحقيقة بالحديث مع حضرتك ونتمنى دايما أن يكون فيه تنوير للعقول حتى تزداد القلوب إيمانا أكثر وحييك ربنا بشكر حضرتك يعني شكرا جزيلا الدكتور أحمد كريمة دايما بتنورنا في التاسعة اللقاء الحقيقة دايما والكلمة الحلوة ما هو أصل الدين في الأصل أخلاق صح والدين المعاملة والدين المحبة والدين أنه عندما نترحم على شخص مات أن نذكر كل محاسن هذا الشخص ونترحم عليه وعندما نذكر أي شيء نذكر دايما الخير الذي سيبقى طالما نحن نعيش في هذه الدنيا بإنسانية خالصة انتهى وقتنا في التاسعة غدا نجدد اللقاء معكم تصبحوا على ألف خير موسيقى